بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه وحمداً يكافئ مزيده اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مشاهدي الكرام أحبة الأكارم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يمر الإنسان في حياته بمواقف يمر الإنسان في حياته بصعاب ومشاق وربنا سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد فقد يصاب الإنسان بحالة من الإحباط نظراً لفشله في مهمة ما نظراً لفشله في أن يصل إلى أهدافه وآماله ومراده الإسلام يرفض هذا الشعور لماذا؟ لأنه أولاً إسلامنا وديننا يأمرنا بأن نكون أقوياء أمام مصاعب الحياة ومشاقها وتكاليفها وأعمالها لأن مولانا جل وعلا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين نعم ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوة في جميع المناحي والنواحي قوة جسدية قوة عملية قوة روحية قوة حتى في الطاعة والعبادة ونبينا عليه الصلاة والسلام ساعة سئل عن أكبر الكبائر في رواية قال الإشراك بالله ثم الإياس من روح الله يعني اليأس من روح الله ورحمة الله حالة الإحباط والكنوط من رحمة الله قد يتساءل ويسأل هذا المحبط إذن ماذا أفعل؟ ومصاعب الحياة عديدة وعظيمة ومشاق الحياة موجودة وأمام أعيننا إذن ماذا أفعل؟ أقول لك تذكر حياة الأنبياء حياة كلها إذا آت ومصاعب ومشاق ربنا يحكي عن سيدنا أيوب وقد ابتلي بالمرض ثمانية عشر عاماً فيقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفلي كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ الصبر مِفْتَاحُ الْفَرَجُ الصبر عاقبته محمودة عاقبته عظيمة كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَيَحْكِ اللَّهُ عَنْ سَيِّدِنَا أَيُّوْبِ وَيَحْكِ اللَّهُ عَنْ سَيِّدِنَا زَكَرِيَّ بل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يهاجر إلى الطائف في هذه الرحلة إلى الطائف ويرى ما يرى من أهلها لكن الله جل وعلا يبشره ما أصيب النبي بهذه الحالة من اليأس والإحباط فكانت البشريات من الله سبحانه وتعالى في أواخر هذه الرحلة بهذا الوفد من الجن الذي آمن بسيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذن خطط لحياتك ضع أهدافك أمامك ضع آمالك أمامك الحياة مليئة بالتفاؤل إن شاء الله قال نبينا بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا إن نبينا في رحلة الهجرة إلى المدينة كان من الممكن أن يدعو الله يقول يا ربي يا رب اجعلني أهاجر من مكة إلى المدينة كما كنت في رحلة الإسراء والمعراج يعني في مثل لمح البصر أكون في بيت المقدس وفي مثل لمح البصر أكون في السماوات السبع لا لكن رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة مرت بمراحل مرت ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الكبرى مرت باختيار الرفيق سيدنا أبي بكر مرت بنوم سيدنا علي على فراش حبيبنا مرت باختيار الدليل مرت باختيار الأرض والأنصار لم يحبط نبينا وإنما وجد الدنيا كلها تقف معه خطط لحياته هناك حين تخطط لحياتك سترى النجاح الباهر سترى الهمة العالية سترى توفيق الله سترى معية الله سبحانه وتعالى لا تجلس مع المحبطين وإنما املأ حياتك بالأمل املأ حياتك بالتفاؤل املأ حياتك بالنجاح واعلم أن الله معك وأن الله سينصرك سترى نصر الله وتوفيقه أسأل الله تعالى أن يملأ حياتنا وقلوبنا أن يملأ دنيانا بالأمل بالتفاؤل بالبشريات بإذنه سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله